تشارك الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورتها الحالية واجتماعات الدورة السابعة والثمانين للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية وكذا لاجتماع التنسيقي لدول اقليم شمال افريقيا والشرق الاوسط والادنى الذي عقد في مقر منظمة الجمارك في العاصمة البرجيكية بروكسل وقال رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي إن الاجتماع يمثل فرصة للقاء ومناقشة وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في الشأن الجمركي بما يحقق غاية تنمية الإرادات ومكافحة التهريب وتسهيل حركة استيراد وتصدير السلع والخدمات وأن مشاركة اليمن وسعيها للاستفادة قدر الإمكان من فرص الدعم والتهيل التي تقدمها الدول المانحة ومنظمة الجمارك العالمية لليمن في هذا المجال والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة هذا ومن المقرر أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات مع بعض من نظرائه رؤساء الجمارك في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مصلحة الجمارك اليمنية ونظيراتها في تلك الدول